السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي اليوم سوف اقوم لكم بشرح موضوع من مواضيع كمبيوتر اتشتكتر للمؤلف مارس مانو اللي هو برادل بروسسينج بشكل عام وبشكل خاص اه تصنيف فلن باعداد طالب مرتضى علي كامل وباشراف الاستاذ احمد ستارا حسيني باللالل ترفسينج is a method of simultaneously sigmesSea revolution breaking up on training program tasks on multiple micro processors processors therapy already reducing processing time parallel processing may be accomplished via computer with two or more processors of via a computer network particularly particularly useful when running programs that perform complex computations and it provides a viable option to the quiz for chapter com putting alternative super computers company have heard hundreds of hundreds or of microprocessors of his purpose parallel parallel processing should not be con faced with con currency with which refers to multiple tax that runs simultaneously خلاصة هذا الكلام هي عملية تجعل الكمبيوتر ينجز مهامه بأخصى سرعة وزيادة الثروبوت مع زيادة الثروبوت التي هي كمية المعالجة التي يمكن إنجازها خلال الوحدة زمنية معينة وتكلفة النظام يزيد مع ذلك أدت التطورات التكنولوجية إلى خفض تكاليف الأجهزة إلى نقطة التي تكون فيها تقنيات المعالجة المتواجهة المفيدة اقتصادياً اقتصادياً طبعاً أما بالضبط بقيació لاستطيع التطورات التكنولوجية مقرق في المقرية مدينة الارثماتيك عدنا عدنا هنانا ارثماتيك وهنانا لوجيك هنا عدنا اللي هو كنترول يونيت اللي يتحكم بهن اثنين هن الارثماتيك يشمل وديف ومولتبل وصاب اما اللوجيك هي انت و اور انت و اور اذا حكم بهن كنترول يونيت اما على تصنيف او عفوا على مستوى سيركت هي اصغر جزء اصغر جزء هو يسمى ترانزيستر مستوى الترانزيستر واللي بعده مجموعة من الترانزيسترات يقول لقيت ومجموعة من اللقيتات كذلك يكون لي سيركت ومجموعة من الدوائر يكون لي ديزاين وكذلك مجموعة من الدزاين يكون لي نظام كامل نيجي الان الى تصنيف فلين 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 دايغرام فلين دايغرام فلين دايغرام فلين دايغرام طبعا مخطط فلين هو يهتمل على انستركشن دايغرام بعد المصطلحات اللي راح نستخدمهن في شرح مخطط فلين دايغرام اس هو انستركشن ستريم دي اس هو داتا ستريم اسم شاركينج ميموري سي يو هو كنترول يونت بي يو هو بروسيسر يونت انجي الان الى المخطط ديزاين فلين تتكون من مدخلين انستركشن ستريم و داتا ستريم اما تكون وان او ماني مثلا نجي اول شي السست اللي هو سنجل انستركشن سنجل داتا اللي يوميان جاني من ترانديشنال فاني نيومان سنجل سي بيو كومبيوتر مست اللي هو ملتبل انستركشن عن سنجل داتا مامت 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 نشرح حين وحده وحده بشكل خاص exactly yeahн the system may or may not have internal parallel processing الميموري لدينا مجزئة على شكل أزائي الميموري لدينا مجزئة على شكل شفرة من أعداد بايناري يقوم بتبكيكها وفك الشفرة ويحولها إلى البروسيسر يونت يقوم بمشاركتها مع الميموري على شكل داتا وفتم العملية نجي هنا ناخد مثال example edit 55 50 H يعني 55 يعني يتعامل مع أكثر من داتا مع الميموري represent is an organization that includes many processing units under the supervisions of common control unit all processors reverse the sum and subtraction from the control unit but operate on different items of data the shard the shard memory unit must contain multiple models so that it can communicate with all the processor sim sim 6 sim tnce saimotensi نجي الان شاحة على المقطط التالي الميموري asnohi وكذلك الى عدة اجزاء مقسمة الى عدة اجزاء اللي هو مقسمة الى عدة اجزاء ايضا يأتي من القلم هذا يأتي من الميموري ويأخذها الى ويأخذها الى ايضا بشكل شفرة من الاعداد فهيقوم بفك شفرة ومعاملتها مع ال ويقوم بتبادلها مع الميموري مرة اخرى على شكل على شكل داتا نأخذ مثل مثال مولتبل اي و بي يعني واحد واكثر من داتا هاي اول داتا وهذا ثاني داتا اللي اي ناتجة على شكل مصفوفة على شكل بكتر والبي تأتي على شكل بكتر واحد يعني صف واحد والبي تأتي على شكل عمود يعني اكثر من صف عمود صف واحد والبي اكثر من صف حيث مست موطبول اينستراكشن و داتا سنتركشن و داتا موطبول سيستركشن ليس خلال عمود موطبول system has been constructed using this organization. يتي على شرحة على المخطط التالي. شن يعني اكثر من وداتة وحدة. داتة وحدة. هنا الميموري مقسمة الى اجزاء ايضا كما في السابق نأتي بالانستراكشن من الميموري ويتعامل مع الكونترول يونت وكذلك اخذها الى الى البروسيسر يونت. ايضا انستراكشن ثاني وعاملها مع الكونترول يونت وايضا فك الشيفرة وعاملها مع البروسيسر يونت. وانستراكشن ثالث وايضا عاملها مع الكونترول يونت ومع البروسيسر يونت. لكن جميع هذا الانستراكشنات نفس الداتة راح يتعامل وياها مع الميموري. كما في المثال الاتي. اكزامبل ادد انستراكشن يعني ادد اي او بي. يعني الانستراكشن اللي هو شنو الداتة اي او بي. الانستراكشن مولد اي او بي. باع اذا الداة نفسه. الداة نفس الداة اي و بي. لكن الانستراكشن اكثر من وحدة ومختلفات. وهذا القصد به. نتيجة الانستراكشن اللي بعده. ممت. كمmanasه. ممت. 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 ممتت. ممت. 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 Yep. امت وم فيه، وها secondoي وقت ممتن ممت بي. لا تقن. امت.har مع ال。 كانت متك�� حين انستراكشن اللي اكبر أتن.وفي ت BE. اكبر الا إلى على بين أحد والجه، وما في يدي قمت الإمتنة ومنت Ahmed 2010. يمكن أن يكون مقسمة في هذه القطة لدينا هنا مموري مقسمة أيضا إلى عدة أجزاء أولا هنا هنا ملتبل انستركشن ملتبل داتي يعني أكثر من انستركشن وأكثر من داتي هنا اتب الانستركشن من المموري وعاملها مع سيو كنترول يونت وكذلك فك الشيفرة التي تأتي على شكل أعداد بيناري وبعثها إلى البروسيسور يونت على شكل انستركشن وحاولت عاملها مع المموري مرة أخرى على شكل داتي وحاولت الانستركشن ثاني مع سيو كنترول يونت وعاملها مع البروسيسور يونت ورجحها مع المموري مرة أخرى على شكل داتي وهكذا وإلى هنا انتهي شرح محاضرة اليوم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة